بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب مرة ثانية في استكمال درس اختبار معنوية الفرق بين متوسطين مجتمعين مستقلين اللي كنا بدأناه في الدرس السابق وحناخد مع بعض اليوم مثال إذا كانت أوزان الأفراد الزكور تتبع توزيعاً طبيعياً للمقارنة بين أوزان الأفراد الزكور في فئتين العمر 25 و 35 و 35 إلى 45 اخترت عينها من أفراد كل فئة إذن عندي المجتمعين يتبعان توزيعاً طبيعياً اخترت عينها من أفراد كل فئة حيث اخترت عينها حجمها عشرة يبقى دي إنه واحد من الفئة من 25 إلى 35 سنة فكان متوسط أوزانهم يبقى دي من الفئة الأولى 70 و 19 من 100 بتباين قدره 8 و 71 من 100 ده مين من 10 أشخاص يبقى هذا إكس بار واحد وهذا إس تربيع واحد اخترت عينها حجمها 15 شخص من الفئة من 35 إلى 45 سنة يبقى دي إنه 2 فكان متوسط أوزانهم يساوي أدي إكس بار 2 بتباين قدره إبقى دي إس تربيع 2 فهل تدل هذه البيانات على أن الأفراد الذكور من فئة العمرية من 25 إلى 35 أسقل وزناً أي أكبر من الأفراد في فئة العمر من 35 إلى 45 استخدم مستوى معنوية 5 من 100 طالما إنه عايز يختبر أثقل أي 101 أكبر من 102 يعني الفرق بينهم أكبر من الصفر إذن هذا اختبار زوطرف أيوة اختبار زوطرف أيمن ممتاز اللي بيردوا معايا من الشباب اللي بيستمعوا للدرس الآن سياغة الفرد الإحصائي 101 بتساوي 102 101 أكبر من 102 يبقى زوطرف أيمن إجراء الاختبار الإحصائي أو سياغة إحصائية الاختبار في الخطوة باء أو الخطوة رقم 2 الاختبار من طرف 1 حساب قيمة إحصائية الاختبار لحساب إحصائية الاختبار T بتساوي X bar 1 nice X bar 2 على S B في 1 على N1 زائد 1 على N2 وليه قلت هنا أنه هختبر أو هستخدم توزيعتي لأنه التوزيعين طبيعيين سيجمة تربيع 1 وسيجمة تربيع 2 مجهولتين الأحجام العينات N1 وN2 أصغر من الثلاثين تباينين المجتمعين افترضت أنهم متساويين S B بتساوي N1 ناقص 1 في استربيع 1 زائد N2 ناقص 1 في استربيع 2 على N1 زائد N2 ناقص 2 تحت الجزر لما نعوض بالقام الموجودة كان حجم العينات 10 ناقص 1 بتسعة فيه 8 وواحد وسبعين حجم العينات الثاني كان 15 ناقص 1 بها 14 فيه 12 وستة وخمسين مقسوما على N1 ب10 N2 ب15 مجموعهم 25 ناقص 2 23 إذن S B أو الانحراف المعياري المشترك أو العام بيساوي 3.32 من 100 X bar 1 أعطاني بسبعين وتسعة عشر X bar 2 بتمانية وستين وتمانية وخمسين مقسوما على قيمة S B 33 و 32 فيه جزر 1 على حجم العينات الأولى 10 زائد 1 على حجم العينات الثانية 15 قيمة T بواحد وطمنتاشر من 100 نذهب دلوقتي لإيجاد القيمة الجدولية عن طريق مستوى المعنوية ألفة خمسة من 100 ودرجات الحرية زي ما قلنا الأولى زائد الثانية ناقص 2 23 إذن القيمة الجدولية بالبحث في جداول T أمام صف 23 أسفل عمود أو مستوى معنوية 5 من 100 حيساوي 1.714 أستطيع طبعا عن طريق هذه القيمة الجدولية رسم بسيط لتوزيع T متماسل حول الصفر لاختبار زو طرف أي من لأنه قال لأسقل أكبر القيمة الجدولية بـ 1.714 القيمة المحسوبة 1.818 تقع هنا في منطقة القبول إذن قراري في هذا التمرين بما أن قيمة إحصائية الاختبار وقعت في منطقة القبول فإننا نقبل فرد العدم H0 أي أن متوسط أوزان الزكور في الفئة العمرية من 25 إلى 35 يساوي أو لا يختلف عن متوسط أوزان الزكور في الفئة الثانية من 35 إلى 45